نظمت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين صالونا نقاشيا بعنوان دور نقابة الصحفيين في تطوير المهنة وتنمية الوعي الجمعية تناول الصالون مناقشة عدة محاور أبرسها دور نقابة الصحفيين في تطوير المهنة ودور نقابة في توعية المجتمع ودعم الدولة في مواجهة الأزمات الداخلية والخارجية وانتخابات نقابة الصحفيين والتحديات التي تواجه الصحفيين ودور مجلس النقابة في خدمة الجماعة الصحفية يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أعلنت عن إطلاق سلسلة من الصالونات النقاشية لبحث مختلف القضايا التي تهم الرأي العام بمشاركة المتخصصين من كافة التيارات والاتجاهات حماية المهنة بتاعتنا وتطورها وكلنا اللي بيحكم بنا هو القانون والدستور اللي أنا أتمنى أن نوصل للحظة اللي هو اختبار مزاولة تطوير المهنة زي الدكاترة برة إنه فيش مهنة إن انت خدت البكاريوس أو الليصانس واشتغلتي فدي حاجة أبدي العلم بيتطور فبالتالي أنا محتاج من الصحفي طول الوقت إنه هو يزبط إنه هو مطلع على أحدث الحاجات السوشيال ميديا في النهاية اسمها سوشيال ميديا وسائل تواصل اجتماعي الصحافة ستظل بقية مؤسرة إن هي الصحافة الحاجة الوحيدة اللي أنا أقدر وسائل اللي أقدر أرجع لها وأقول إن أنت إزبتين الخبر ده صح ولا غلط لأنه بيتحقق من الأخبار النقيب والستة اللي سيتم التجديد لهم أو إعادة انتخاب بعضهم أتمنى إنه هم يعبروا عن جمعة الصحفيين وحاولوا أن هم يلبوا مطالب الصحفيين ويحققوا البصالح أو الخدمات اللي تلبي مطالبهم لأنه فعلا هناك تحديات كثيرة تواجه المجتمع الصحفي والجماعة الصحفية يجب على مجلس النقابة أن يكون لديه القدرة للنهوض بالفعل بما يحتاجه الصحفيين خلال المرحلة المقبلة ترجمة نانسي قنع